بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير مشاهدنا الأحبة وجدد الترحيب بكل ما ننضمعنا خلال هذه اللحظات لمتابعة قهوة الصباح بالتحديد فقرة حماية المستهلك تضمنت الأوامر السامية الصادرة في 26 فبراير 2006 وستة دراسة إمكانية إنشاء جمعيات تعاونية بهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين وطالب الكثيرون بإنشاء جمعيات متخصصة على غرار ما هو قائم في بعض الدول المجاورة كالجمعية الحيوانية والزراعية والجمعية لأصحاب الحرف وغيرها من الجمعيات لتسهيل بما يسمي أيضا في تنشيط الحركة التجارية وتخفيف أعباء المعيشة على كاهل المواطن حول موضوعنا اليوم الجمعية التعاونية الاستهلاكية أرحب بالدكتور محمد بن حمد العريمي أخصائي علام أول في الهيئة العامة لحمية المستهلك أساد الله صباحك الدكتور صباح الخير حفيد صباح الخير لكل المشاهدين الكرام أهلا فيك ونبارك لكم على نجاحكم في المشاركة الخارجية كانت جائزة التميز نعم في المؤتمر الذي يقوم أقيم بدبي إضافة إلى فوز مؤسسات عمانية أخرى وهذا يضاف في النهاية إلى اسم السلطة الجمعية التعاونية الاستهلاكية دكتور البعض يسمع عن هذه الجمعية لكن ما يعرف شكل هذه الجمعية دور هذه الجمعية نعم موضوع الجمعية التعاونية الاستهلاكية موضوع يطرح بشكل مستمر ينادى به لماذا لهذا المشروع من فوائد اقتصادية واجتماعية مختلفة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية هي ليست فكرة وليدة الان بل هي فكرة قديمة ومطبقة بكثير من دول العالم ربما كانت بداياتها في بريطانيا بعد الإنقلاب الصناعي وتأثيراتها المختلفة امتدت الفكرة لتشمل دول كثيرة بل أن الغريب أن الدول التي تعرف بينها دول رأس مالية والاقتصاد الحر هي من أكثر الدول التي يوجد فيها هذه الجمعيات على سبيل المثال في أمريكا أربعة من كل عشرة هم أعضاء في جمعيات التعاونية في اليابان ثلاثة من بين كل عشرة أو واحد من بين كل ثلاثة نعم هو عضو في سويسرا يمكن تجاوز العدد وصل حوالي 9600 جمعية هذه الجمعيات بالإضافة إلى بلجيكا فاق أكثر من 30 ألف جمعية تعاونية نعم ودول أوروبية وغربية أخرى هذه الجمعيات أثبتت جدارتها في توفير فرص عمل أكثر من 100 مليون فرصة عمل في تحقيق عايد ربما يتجاوز 20% عن الشركات الأخرى في صمودها في وقت الأزمة المالية الأخيرة 2008-2009 عندما نأتي لنعرف الجمعية بشكل عام سواء كانت استلاكية وغيرها هي مجموعة مستقلة من الناس يتحدون إراديا لتحقيق رغباتهم الاقتصادية أو الاقتماعية أو الفكرة وغيرها في كيان في جمعية معينة تحقق لهم مبادئ مهمة الديمقراطية والإدارة الجيدة كيف؟ كيف؟ دعنا نبسط الفكرة للمشاهد الكريم نحن الآن في قرية أو في حارة معينة أنت عندما تذهب لتشتري مثلا لن نتكلم عن الجمعيات الأخرى لأن هذا ربما ليس وقتها الآن جمعيات الفكرية والاجتماعية وغيرها لكن نتحدث في صميم موضوعنا وهو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية نحن في حارة معينة الآن عندما نريد أن نشتري يعني سلعنا أدواتنا المختلفة سواء كانت صحية غذائية غيرها أنت تذهب إلى سوبر ماركات محلات بقالة إلى مجمعات أنت تكون هنا رهن تصرف هذا المحل أنت أحيانا تضطر لشراء سلع معينة ربما لا ترغب في بعضها لأنها هي الموجودة نعم تدفع أسعار أيضا لأنها هي الموجودة أحيانا لا تضمن مدى السلامة الحقيقية لهذه السلامة والأسعار فهنا مشكلة مشكلة اقتصادية ومشكلة اجتماعية في نفس الوقت جمعية التعاونية باختصار نحن أبناء هذا الحي نجتمع ونتفق لأنها إنشاء جمعية تعاونية ما هي الفائدة أولا عندما نجتمع ونتفق وندير المشروع فنحن هنا نمارس ديمقراطية ذاتية نتعلم من خلالها آلية الاختيار آلية الانتخاب آلية أن يكون لدي صوت فيها جانب تجاري فيها جانب اجتماعي نعم هنا أنا أعود المجتمع على المشاركة الإيجابية في فعاليات أخرى في انتخابات مجالس الشورى والمجالس البلدي ويكون المواطن مهيئ بشكل أفضل لأنه قد مارس التجربة هذا واحد نين أنت عندما تشارك ويكون لك رأي أنت تفرض رأيك حتى أو يسمع رأيك حتى معية البضايا نحن أبناء هذا الحارة أو هذا الحي ما هي البضايا التي سنأتي بها إذن سندقق في مصدر البضايع ونوعيتها ونحرص أن تكون البضايع بضايع جيدة بضايع طازقة بضايع مناسبة بضايع ملائمة أيضا السعر نحن من سيحدد السعر هو صحيح هناك تأثر بالسوق ولكن لن يكون هناك احتكار فأنت تضمن أولا بضاعتك بصدرها جيد لأنك اشتركت في التخطيط لجلبها ضمنت توافرها ما هي البضايع والسلع والخدمات التي يحتاجها أبناء هذه الحارة موجودة في نفس الوقت أنت عندما تشارك حتى من ناحية الاقتصادية هذه الجمعية تقوم على إدارة على مساهمين أنت كم ستساهم بمبلغ في نهاية السنة قد يكون لك عائد إذن أنت أيضا استفدت رأس المال دار جميل نأخذ بس انتصال نستكمل بقية الحديث السلام عليكم السلام عليكم صباح الخير سهل يا فعلا ياهلا وسهلا الحمد للب خير الله عليك ونحن بك صوت تفضل تفضل معك بس أكون شاكر لك لو تخفض على صوت تلفاز أكون شاكر لك ما أسمعك ما أقدر لأنه في تردد وفي صادق في صوت طيب طيب في نقطة مهمة أضيفها خدمة المجتمع هذه الجمعية هي جزء من المجتمع فجزء من العايد يعود إلى المجتمع مشاريع خيرية إنشاءات مستشفير دكتور مراكز أيا كان دورات تدريبا نعم دكتور في شغلة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل جمعية الرواد روتشديل البريطانية أكثر من مليار عضو في هذه الجمعية وفرت مئة مليون فرصة وظيفة نعم هذه بشكل عام على مستوى العالم على مستوى العالم فرد من كل ثلاث أفراد ذكرت قبل قليل عضو في جمعية تعاونية في اليابان أكثر من ثلاثين ألف جمعية تعاونية في بلجيكا لكن أنا الآن عضو في هذه الجمعية تعاونية أنت قلت قبل قليل هدفها غير ربحي وإنما اجتماعي لكن كيف هنا أنا أقدر أستفيد من عضويتي في هذه الجمعية أنت تستفيد من عضويتك أولا أنت تصنع قرار أنت تشارك في هذه الجمعية أنت مساهم فصوتك يسمع ماذا تحتاج وماذا لا تحتاج أنت تنتقد بضاعة معينة أنت تقترح نوع من نوع الخدمات الموجودة أنت قد تشارك كعضو مجلس إدارة فأنت هنا تمارس يعني لك دور كبير حتى في صنع القرار اثنين أنت هنا تستفيد من البضاعة الموجودة أنها تناسبك وتناسب أولادك أنت تستفيد ماديا لأنك مساهم أنت جزء من المجتمع أيضا من سيعمل في هذه الجمعيات في الغالب هم أبناء هذه الحي من المحتاجين من الناس الذين نحن نرى أنهم الأولى أنت تحتاج إلى سائقين مثلا الشاحنات تحتاج إلى باعة تحتاج إلى كتبات تحتاج إلى محاسبين تحتاج إلى فهي أيضا وفرت فرص عمل لمن هو موجود من أبناء هذه الحالة نأخذ اتصال السلام عليكم هلو هلا علي السعدي أهي علي السعدي مارك يا هلو سهلا أخذت نفسه شارك في الموضوع بخصوص الجمعيات التعاونية أيوة هذا الكلام من زمان يتكلموا عنه كان من المفروض يعني كانوا أهل حكومة وفر المواقع الأراضي في المناطق والولايات وبعدين ينزل على شكل أسهم والناس واللي عرفه في جمعيات أنت تستفيد حتى تقربح آخر سمت ما قال الدكتور جميل لك التخفيض على كل نسبة تبتلكه جميل نسبة ذهبية في نسبة قطية لك نسبة يوم تشتري المضاعي لك تخفيض فاصل جميل ما يبالي راس الناس ما يشين في أعمال هم بيوفروا راس الماك جميل فبغيت إفادة في الموضوع إفادة في الموضوع تفضل تفضل علي راس المال بيكون كأسهم تنزل في السوق والأراضي توفر من قبل وفي نفس الوقت حتى في الآجارات في البنايات نفس الشيء يستوي أن الحكومة توفر على الأراضي ويستوي أسعار الآجار يكون مثل المواد الاستهلاكية يعني حل نتمنى الحكومة تنظر في الموضوع وصلت المعلومة وصلت علي السنيدي أحسنت بحيث أن المحلات تتفاوض من ناحية الأسعار مع الجمعيات أحسنت أحسنت علي بارك الله فيك أشكرك على المعلومة أم راشد السلام عليكم نعم مرحبا قوي مرحبا يا أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا يا أخوي الحالك الله يسلمك عندك سؤال مراشد أو كلمة تقوليها هي عشان أخوي عشان الأسعار أنتم تتكلمون صح موضوعنا قريب من الأسعار بس هي في شكل جمعية التعاوني الاستهلاكي ليش عندنا حماية مسالك عندنا الحمد لله رب العالمين الحكومة وما مقصرك وانتوا ترفعوا وانتبونا تشذين وما تبواني خلاص إن شاء الله يكون صوتك واصل ومراشد احنا ما حبينا نطلع خارق الموضوع مراشد لأن موضوعنا اليوم بالتحديد حول الجمعيات التعاوني الاستهلاكي هذه الجمعيات ممكن بدورها تقوم بضبط الأسعار حيث أن التجار وقسع التجار يقل شوي ويكون هناك في شراكة بين أبناء المنطقة وابناء الوطن في عملية الحد من ارتفاع الأسعار دكتور نرجع لحديثنا قبل قليل كنت تتكلم على أن فكرة إنشاء هذه الجمعيات مثلا محتاجة مساحة أرض محتاج إلى رأس مال كما ذكر علي السعدي قبل قليل محتاج بعض الأمور اللي بحيث يمكنك يرخص فتح مثل هذه الجمعيات أنا أشكر لك علي هو ذكر قاطة مهمة وكنت أنا أريد أن أتطرق عليها في الدورة الحكومية أولا مهم جدا تكون هذه الجمعيات ينشئها المستهلكين أنفسهم وليست الحكومات كإن شاء لأن حكومة يعني بيروقراطية يعني روتين يعني تدخل لكن عندما ينشئها المواطنين المستهلكين سيحاولون قد المكان الاستفادة القصوى منها وأيضا كما ذكرت لك العمليات المهمة عمليات الإدارة الذاتية والديمقراطية الرأي وغيرها لكن لابد من دور حكومي مهم هو ذكر نقاط مهمة مسألة تغطيط تبعي التعاونية مثلها مثل الملعب مثلها مثل المسجد مثلها مثل مراكز أخرى كما تتوافر في المخططات السكنية الجديدة بد من مكان فدور الحكومة فدور الحكومة هنا ربما يتمثل في أدوار مهمة ثلاثة مهمة توفير الأراضي لهذه الجمعيات لمن يحتاج من خارج أو خرى أو غيرها أو بداعي فأن يوفر يعني المسألة الأراضي هذا أمر مهم الأراضي اليوم أصبحت يعني يعني الحصول عليها مسألة صعبة وفي ظل الغلاء الأراضي الحالي اثنين قد تدعم في البداية بمبلغ معين دعم التأسيس ثلاثة مسألة التوعية دور الحكومة من خلال وسائل إعلامها المختلفة أن تهيئ الرأي العام تلا يمكن أن تشيء مثل هذه الجمعيات دون أن تقنع الرأي العام بأهميتها لأن من هم الأعضاء الأعضاء هم المجتمع هم المستهلكين نفسهم إذا لم يقتنعوا بالفكرة قد لا يعني يتفاعلوا معها بشكل كي زحمة اتصالات معنا نأخذ وشيء الاتصالات كلها ونرجع للحديث حمد السلام عليكم سألك السلام كيف حالك بابا اسمح لنا حمد أخرناك معنا كيفك الحمد لله وخير بشكل كبار ياهلا وسهلا ياهلا وسهلا حمد كيف حاكم وخير طياب اسمع صوتك نسأل دكتور تفضل تفضل حمد يا أخي اقتراحكم حلو جزائكم الضخير أحسنتوا عن هذا الموضوع موضوع الجامعيات التعاونية هذا شيء حلو على أن أصحاب المراكز التجارية شوية مغلية للسوق ورافعين الأداء وكل شيء ويمكن إذا كانت جامعية التعاونية تكون فيها شوية لها درقة وتخفيل في الأسعار بالضبط صحيح يعني الجامعية التعاونية ونشكري الدكتور الله يسلمك الله يسلمك حمد يعطيك العافية بارك الله فيك جزاكم الله خير أحسنت بيكون بادرة طيبة ونحن نحب يعني بالولايات معنا زي الشرقية والمحاضرات هذه المناطق بإذن الله بإذن الله المراكز التعاونية جزاكم الله خير والمسرولين يسمعوا الدكتور أحسنت أحسنت حمد يعطيك العافية معنا اتصال آخر صباح الخير صباح الورد عبد الله كيف الحال حفيظة كيف ساعتك طيب الله أولا أحب بيك وبالبرنامج الله يسلم بيك بالغرفك الكريم من حراية المستهلك التي هي تحافظ على المواطن المقيم الله يسلمك إن شاء الله يا رب وبخصوص الجمعيات الحقيقة ولو سألتش جميع المواطنين لحصلتهم 99% يحبوا الجمعيات لأن الجمعيات فيها قودة البضاعة ثانيا تعود بنفع على أبناء البلد ثالثا يعني يكونوا مسؤولين أبناء البلد عنها ولا يتحكم فينا المستثمر أو الأجنبي لهذا الأسباب لها تعود عوائد على البلد وعلى قصاد البلد صحيح فنحن نطالب من هذا المنبر الحكومة أن تقوم بتوفير الأراضي بأسرع وقت ممكن بإذن الله للجمعيات التعاونية الاستهلافية الوطنية الله يسمع منك إن شاء الله وقريب ننتظر ونرجو منكم تبلغ صوتنا من خلال هذا المنبر إلى المسؤولين ونشكر دكتور تعيد خميس الكعبي على ما يكون به يعطيك العافية يعطيك العافية الله يسلمك الشكر لكل القائمين في الهيئة عبد الله عبد الله يعطيك العافية وصل صوتك وصل هذه الجمعيات ومن يقول أنها تهدف إلى الربح لكن بالمقابل في الحقيقة نرى انخفاض المنتجات مقابل الأسواق التجارية أو السوبرو ماركت المختلفة صحيح هي دورا للجمعيات بالعقد إلى زيادة وعي الناس لأن هؤلاء الناس هم من سيشارك دارة هذه الجمعيات هذه الجمعيات ستحرص على جلب بضايع والسنع الجيدة وبالتالي هي أيضا ستجبر الطرف الآخر على أنه يقوم يحظو نفس الحذوح حيث يبقى في المنافسة بأن يأتي ببضايع يعني تنشد الجودة هذه الجمعيات كذلك ستسم في كسر الاحتكار البعض في موازنة اتزان السوق لأن هنا المستلق يكون لديه خيار سيكون لديه خيار جيد أن يذهب إلى جمعيات تعاونية هو يضمن على الأقل سلامة ما يوجد فيها من قذاء ومن مواد من أدوات لأن من أتى بها هم المواطنين هم المستهلكين لم يأتوا بها من أجل الربح وإنما من أجل الفائدة الشخصية لهم ولمجتمعهم بعكس بعض لا أقول بهدف اجتماعي وثقافي جميل دكتور مئات مئات الجمعيات في بعض الدول في أكثر ربما ألوف من الجمعيات تعاونية لكن ترجع وتنصب إلى نظام اللي هو يعني المراكز الرئيسية لهذه الجمعيات اتحادات عام من الجمعيات تجارية هي من تقوم بالتفاوض مع الشركات بحيث أنها تأخذ بالجملة كميات وتطرحها بالسوق بأسعار منافسة نعم يعني أنت في دول أخرى تقد هناك مئات الجمعيات هذه الجمعيات يجمعها اتحاد أكبر هذا الاتحاد هو من يتحدث باسمها هو من ينظم عملية القوانين لأن الجمعيات لابدها من قوانين يعني أنت لا يمكن أن تأتي في الغد وتفتح جمعية لا هي لها قوانين يفترض أن تكون تحميها كذلك من المنافسة أو غيرها بدون قوانين أنت لا تستطيع أن تنفذ شيء أيضا هذه الاتحادات أحيانا ماذا تفعل تقوم بشراء السلع من المصدر فتأتي بكميات كبيرة وتعيد توزيعها على الجمعيات الأخرى وعلى المحلات الأخرى بأسعار تنافسية تريد أنت ضمنت لأنك أنت عندما تشتري بالجملة وكمية بضاعة كبرى شيء طبيعي أن يكون السوق أو السعر سينزل هنا الأمر المهم جمعيات التعاونية مرة أخرى وأكد عليها هي نتائج شراكة مجتمعية وليس دور حكومي يعني الآن حتى الأعضاء المجالس البلدية كذلك يجب أن يفكروا أن يطرحوا قضايا كهذه أمام الناس الذين يمثلونهم يكون في شراكة أحسن دكتور إلى جانب الهدف الاجتماع وهناك هدف أخرى وغيرها من الهدف عجبتني فكرة أيضا جمعيات التعاونية في الكويت عندما قامت بإنشاء مستشفى لأمراض القلب وهي أيضا لفتة جميلة من هذه الجمعية التعاونية أنه يكون دورها اجتماعي بالدرجة الأولى يعطيك العافية أحسن بارك الله فيك على وجودك في اليوم معنا شكرا لكل المشاهدين الكرام شكرا لكل المتداخرين الذين فعلا أضفوا أشياء مهمة إلى هذا الموضوع وهذا الدليل على وعي ودليل على اهتمام وعلى متابعة للقضايا المحلية التي تلانيك كل الشكر لك كان معنا الدكتور محمد بن حمد العريم يخصى علام أول في الهيئة العامة لحماية المستهلك مشاهدين الأكارم إن تفعيل دور القطاع التعاوني في السلطنة وعطائه المكانة اللائقة أمر بلغ الأهمية يسن في دفع عجلة التنمية وهو الأمل الحقيقي لمحدود الدخل في مواجهة تحديات الغلاء العاتية إذن الله إلى هنا أكون أختم معكم برنامج قهوة الصباح على أمل اللقاء بكم في موضوعات وفي أيضا فقرات ومحطات مختلفة تنال رضاكم وعجابكم وتستفيدوا وتفيدوا من خلال هذا البرنامج وحياكم الله